لندن ينضم إلينا مراسل الغد عمر المنيري عمر ما مدى الاتفاق ما بين الطرفين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على كيفية الخروج باتفاق يرضي الطرفين نعم سينار يبدو أنه كما ذكرتم سيتم الإعلان قيل هذا الصباح أنه سيتم هذا الإعلان في خلال الساعات القليلة المقبلة ليس هناك تفاصيل حتى الآن لكن ما سمعناه وما علفناه حتى هذه اللحظة أن هناك اتفاق جرى ليلة أمس حتى الساعة المبكرة من هذا الصباح وأن هذا الاتفاق معناه أنه سيكون ليس هناك أي فروض ضرائبية أو تعريفات جمركية بين الطرفين أي معنى ذلك ستكون تجارة حرة بصفر من التعريفات الجمركية وكانت النقطة الرئيسية في الخلاف وهي ملكز الصيد ما بين المملكة المتحدة وبين الاتحاد الأوروبي المياه الإقليمية الخاصة ببريطانيا وكيف سيكون هذه الحصص الخاصة ما بين الطرفين كان هناك مناقشات يبدو أنها كانت من الصعب جدا وخصوصا أنه نسب الصيد المسموح بها لدول الاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية البريطانية ما بين 25% لـ 35% كيف تم هذا الاتفاق؟ هذا ما سنعرفه إذا ما تم الإعلان عنه لكن بقية الاتفاقات التجارية تقريبا تم الاتفاق عليها حتى الآن ومن تم سيكون هناك استدعاء لأعضاء البرلمان البريطاني خلال الأسبوع المقبل بعد أجازة عطلة كريسماس مباشرة وأيضا نفس الشيء بالنسبة لأعضاء البرلمان الاتحاد الأوروبي سيتم الإجماع حتى يتم الموافقة من قبل الدول 27 عليها وأيضا يتم الموافقة هنا في بريطانيا على هذا الاتفاق الذي من المتوقع أن يوافق عليه البرلمان خصوصا أن هناك أغلبية صحقة لحكومة بوري جونسون داخل أرواقة البرلمان التفاصيل بالنسبة لهذا تؤكد أن فرنسا بالفعل توافق الآن على أن تستمر حالة فتح الحدود بغض النظر عن الاتفاق ولكن هذه نقطة هامة جدا وخصوصا التكدس الموجود الآن في ميناء دوفر وكينتا لكن يبدو أن الاتصالات التي جرت مباشرة بين أرسولا فونر رئيسة الاتحاد الأوروبا وبين رئيس الوزراء بوري جونسون قد أثمرت عن هذا الاتفاق منذ قليل قال وزير الخارجية الأيرلندي أنه كان يريد أن يعلن هذا الاتفاق بالتوازي لكن حتى الآن يقول أنه لم يصل إلى الاتفاق لهائي هناك بعض التفاصيل التي يما توصل إليها لكن يبدو أن كلا الطرفين أو كلا الطرفان يريدان أن يعلن أن هناك اتفاق بالفعل حدث وأن هذه التفاصيل سيتم نشرها في الأيام القليلة المقبلة وحتى هذه اللحظة ما نعرفه أن جميع النقاط تم الاتفاق عليها سواء المنتجات الزراعية ومنشأ المنتجات الزراعية وكانت نقاط الاختلاف هو ضمان يريده الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة أن يكون هناك مساواة بين الشركات البريطانية والشركات التابعة للاتحاد الأوروبي في التعامل الجمركي والتعريفات الجمركية ويبدو أنهم وصلوا الاتفاق بالفعل إذن من لندن مراسل الغد عمر المنيري شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة